تقرير أقل ما يمكن وصفه بالصدمة لاحتوائه على فضائعه تم ارتكابها بحق المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي والتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات والقوات الموالية لها التقرير الصادر عن لجنة الخبراء لمجلس حقوق إنسان قال إن استمرار ميليشيا الحوثي في انتهاكاتها بحق المختطفين والمحتجزين في سجونها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لم يستثني التقرير السعودية والإمارات والقوات الموالية لها من الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان التي وصلت للتعذيب الجسدي والاغتصاب بحق المعتقلين في السجون السرية في أربع محافظات جنوبية تخضع لإشراف القوات الإماراتية بشكل مباشر ولوح التقرير بوجود قائمة أولية بأسماء الأشخاص المسؤولين عن تلك الانتهاكات والاعتزام بملاحقتهم وأكد التقرير عن تحقيقات لفريق الخبراء في العنف الجنسي اغتصاب بالغين على يد موظفين إماراتيين كما حدث في مرفق الاحتجاز التابع للتحالف في البريقة وبير أحمد حرص فريق الخبراء على زيارة السجون السرية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وكانت المحصلة لا تختلف كثيرا عن تلك التي ذكرها التقرير عن السجون في مناطق سيطرة التحالف وقال فريق الخبراء إنه أجرى مقابلات مع محتجزين سابقين في سجون ميليشيا الحوثي لكنه لم يتمكن من زيارة جهازي الأمن القومي والسياسي بصنعاء لعدم تمكنه من تقديم ضمانات للحوثيين بأن هذه المرافق لن تستهدفها غارات التحالف أشار التقرير إلى سوء المعاملة التي يتلقاها المعتقلون والتعذيب في جهازي الأمن القومي والسياسي وقسم التحقيقات الجنائية وسجني هابرة والثورة التي تسيطر عليها الميليشيا وتحويل عشرات المدارس والمقرات الحكومية لمعتقلات سرية وقيامها بإطلاق سراح معتقلين مدنيين مقابل أسرى حرب الحكومة اليمنية كانت السباقة في الرد على التقرير عبر وزارة حقوق الإنسان التي قالت إنها شعرت بالصدمة جراء محتواه تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول أطراف الصراع في اليمن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات قال إنه سيقوم بالإطلاع على التقرير وإعداد رد رسميا على الاتهامات الواردة فيه تفرغت الأطراف المختلفة لانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها وتحولت قصة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن لمعركة جانبية وبرزت الأجندات المختلفة للأطراف الإقليمية والدولية في العمق اليمني